هم اللي اجوا انقذوا البلد نسبة لأمريكا انطيك معلومة هسا معلومة ربما لأول مرة أمريكا حليف حليف قوي وحليف استراتيجي معكم معنا هذا ما يعني انه ما عدنا وجهات نظر مختلفة او نتناقش او ايها لكن لتأكيد على درجة اهتمام أمريكا بالشعب الكردي انه مؤخرا أسسوا مكتب للشؤون الكردية في وزارة الخارجية الامريكية سابقا قضايا الكردية كلها كانت تصير عن طريق مكتب العراق مكتب ايران مكتب تركيا هسا لا شكلوا مكتب خاص بالشؤون الكردية ايه تلاحظوا شلون لمن داعش اجت ورادت تحت البغداد منه وقف لنا امريكا والتحالف الدولي وبعد ما كنا نقول احنا طلعناه هم اللي اجوا انقذوا البلد لكن اكد كان جهد للعراقيين واضح ادري ادري بس البداية ادري لو دعتك لولا تدخلهم كانت اعمر لي سقطة سامرة سقطة اربيل كانت سقطة خذها مني امريكا الآن تعتقد الفرصة مواتية انه العراق يحرر امواله من الفيدرالي الامريكي وهل اذا ما لجأ الى هذا اندل القدرة على حماية امواله لا صعب ما عنده ما عنده ما عنده حقيقة يستولى على نص اموالك احنا نقدر نساعدك ويفتح حساب هو يكون حساب عراقي لكن تحت حماية البنك الفيدرالي واحنا ما ندخل انتو تصرفون بهذه الحساب لكن طالما عندها حماية امريكية الناس ما تقدروا تطالبكو بيها وهذه العالية دا يمشون عليها حرب الدولار مع العراق قادمة هي بدأت هي بدأت قبل فترة هسا الجو احسن افضل يعني اسعار الصرف هسا بدأت يعني تعيد توازنها بس لا زال الطريق موجود حقيقة بهذا العالم كل يوم اكو تطور ذلك صعب تقدر تحكم يعني وطيرة الاحتاج تمشي بوطيرة اسرع من اجراءاتنا واجراءات الحكومة امانة يعني هاي السنة راح تكون انا في تقديري حبلة بالمفاجآت مفاجآت مفاجآت اقليمية كبيرة اشتركوا في القناة